السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الملك القدوس السلام أكرمنا بدين الإسلام يفاضل بحكمته بين الأماكن والأعمال والأيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدمام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للأنام ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام من انتزم سنته اهتدى واستقام ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجر الظلام صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام ومن ترعهم بإحسان واستقام ومن ترعهم بإحسان واستقام ومن ترعهم بإحسان واستقام نوجه آخر من فرسوله وبرستان أهتد من فرسوله نها احسن بإحسان واستقام ومن ترعهم بإحسان واستقام ومن ترعهم بإحسان واستقام لأن التلاوة سببه وهو سجود شرعه الله ورسوله عبودية عند تلاوة الآيات واستماعيها كقربا إليه سبحانه وخضوعا لأعظامته وتذلل بين يدي شيخ صالح الفوزان حفظه الله جلرم ومن السنن سجود التلاوة رسول رسولة سنة البتكاريه تكرر هذا تلاوة سجود جلرم سجود جلرم والد ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر